شيء آخر الميلاد من عذراء أكد صدق ووحي كلمة الله قرأنا من شعية 7-14 قرأنا من شعية 9-6 وقلنا الكلمة علماء ترجمت إلى بارتنوس يعني بتول وإنه مش ظهورات مثل العهد القديم ظهورات الرب في العهد القديم ولكن شيء المولود من العذراء هو الله معنا حقيقة لاحظ الكلام يدعى اسمه عجيبا من زمان يعني بيقول الكتاب في العهد القديم لماذا تسأل في سفر القضاء إصحاح 13 لأبو شمشون منوح لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب في آية جميلة جدا في سفر الأمثال إصحاح 30 ويريد تقرأ كل إصحاح 30 في آية أربعة وخمسة بيقول من صاعدة إلى السماوات ونزل بعدين بيكمل يعني زي كأنه صورة في التعبير كأنه حزرية أو أحجية يعني كأنه بيمتحن بيفحص الإنسان عم بيقوله طيب ما اسمه وما اسم ابنه أمثال إصحاح 30 آية أربعة وخمسة ألم يقل الرب يسوع في يحنى إصحاح 3 آية تلتعش وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء أتنكر لهوت المسيح إشعياء في إصحاح 53 بيقول من صدق خبرنا الله ظهر في الجسد تعرفوا قانون الإيمان المسيحي اللي بيجرى على كل الطوايف المسحية بغض النظر الاختلافات بيقول هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس في كورونتس الثاني خمسة تسعة عشر في يعني التلميح لهذا الشيء الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه يعني المسيح دخل العالم بطريقة غير عادية يعني خليني أسألك لو أراد الله أن يأتي لنا كيف أنت كيف تريد أن يأتي إلينا كيف عاوز الله يجي على فكرة مش بس في أدلة تاريخية وهذه الأدلة التاريخية مبنية على حقائق مثلاً ولادة المسيح إقرأ لوقة أول ثلاثة إصحاحات شوف الكم الهائل من المعلومات التاريخية إنه ولد في أيام أغسطس قيصر وقيصر فعلاً سن قانون بإحصاء كل المسكونة واضطر يوسف ومريم يتركون ناصري ويروحوا لبلدهم بيت لحم مدينة داود ولد المسيح في أيام هيرودوس الكبير الملك هيرودوس في أيام الوالي والي سوريا كيرينيوس كل هذه أدلة تاريخية مبنية على حقائق في أيام زكريا الكاهن من فرقة أبية يعني في سفر الأخبار كان فيه 24 فرقة هذه الفرقة التامنة وعلى الأقل مرة أو اثنين كل يعني فرقة إلها أسبوع اللي بتفوت حتى تنظف في منطقة القدس يعني المبخرة مذبح البخور ولاحظ إنه بيذكر بالتفصيل إنه من فرقة أبية حقائق تاريخية وهكذا أحبائي يعني ممكن نستدل أيضاً بتاريخ آخر مثل يوسيفوس إلى آخر بس يعني بكتفي إنه هاي الأسماء هي موجودة في السجلات التاريخية اشتركوا في القناة